مرحباً، إن شاء الله بنعود المشاق الصقافي في نقابة الموشدين السياحيين بالجيزة وبجداً مع الامتور الجميل، عبد والصديق العزيز المسادة، خالب حميد إن شاء الله عود الحميد ويا ربك كده دايماً نتجمع على خير أولى الحضرات المهاردة بنعملها لايف تسديلاً على السابق موشدين من مقابة المشدين السياحيين بالجيزة وشمال السياح بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضراتك وبشكر حاجة مضمون كتير على الدعوة الكريمة إن إحنا نبدأ وهو دي عدتوا يعني ولا هيشتريها إن هي تبقى الدنيا فيها حركة لأن يعني الحياة لازم تستمروا إن شاء الله حيكون اللي جاي أخر الحياة النهاردة هنتكلم في موضوع زي ما بنقول بالبلد كده موضوع إحنا بنسخم منه عارفين كلمة واحد بيسخم في الكرة علشان ندخل بتقليل كنت أتمنى المقاعة وأنا بخوف تدواتي قدامي مفيش قدامي جير الحاجة أحمد أنا هو اللي موجودين مع بعض وأخونا العدد الأستاذ أحمد ساري يعني كنت أتمنى العدد الموجود ونفتح باب المناسبة لكن إن سمح لك أستاذ أحمد نور هيكون متاح بعد ما ننهي عشان ما نوقفش إن على صفحة النقابة برضو بأي وسيلة التواصل أو على الواتساب ابعتولي أي سؤال يا روك لحضراتك وأنا حاربت عليه علشان نعرف قيمة مصر في مرحلة من أخطر مرحلة وهي مرحلة العصر المتأثر تعالوا نشوف سفر نحوم قالي علشان نعرف قيمة البلد من أجل زنا الزانية الحسنة الجمال صاحبة السحر البائعة أمما بزناها وقبائل بسحراء ها أنا زعليك يقول رب الجنود سأكشف أذيالك وأوري الأمم أورتك والممالك خزيك وأطرح عليك أوسافة وأهيني وأجعلك عبرة ويكون كل من يراك يهرب منك ويقول خربت نينوة نينوة عاصمة الأشورين بص بقى بيقول لها إيه بعد كده بيخطب لها إيه من أين أطلب لك المعزين هل أنت أفضل منه أمون أنت مش أحلى من نيود أمون أنت مش أحلى من طيبة أنت مش أحلى من مصر هكذا كانت نصرة الطورة بشكل كبير إلى مصر في هذه المرحلة في هذه المرحلة مصر بدأت تجد الأمور بشكل كبير في مرحلة تداخل عليها طبعا أنتم تعودين بتحضروا معايا ببنشرف وإحنا عادي عايز باس بحاولة أخلي كل الصورة تبعليها يعني هنا تعالوا نشوف بقى في المرحلة دي إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن مصر بقى بقول الأشوريين وتدمير وأشور بني باليكسر مصر بتستفق بتستفق لمين بملك مصري با اس متك الراجل بتاع متك مين هو متك؟ متك معبود مصري على هيئة الأسد عبدا في ثالث عبدا في شرق الدلتا وقيل بأنه كون مع ميحة سي وانيد ثالوس إلهي كان يعبد في منطقة ثالث مصر فتح التجارة على البحث المتوسط مصر ويفت في عصر روضة ستة وعشرين مع البلد العظيم باسماتيك الأول باسماتيك الأول هو ابن نخاو الأول ابن نخاو الأول لأن أنا ما باجب أتكلم في التاريخ أقول الملك نخاو بعدين يجي البعض يقول لي نخاو نخاو التاني ني كاو البعض بيترجم الكلمة دي المنتمي إلى الثيران أو إلى الابطا ني بالهيروغليف يعني هو المنتمي إلى الثيران الراجل دا كانت عاصمته فين يا ابن سحمد كانت عاصمته إلى صالحجر اللي هي مركز باسيون غربية والراجل كان أبو نخاو مؤتمد على أنه مهاد ومتابع وراجل جي وعلاقته مش وحشة مع الأشريين لكن باسمتيج قدرد أنه يخرج من عباية أبوه ويبدأ يكون ملك قائد بالعمل هل الناس اللي كانوا موجودين تراتوه في حاله؟ ياريه تراتوه في حاله دولات صروا وغفوله وعلشان كده هريدوت لما جالي مصر ومئة وخمسين قبل الميلاد في الغرن الفاعل قال لي إيه؟ قال لي خلي بالك دا أنا عنتي قصة لطيفة بتقولي باسمتيج دا ما كانش من حقه يبقى ملك ومالبقى ملك إزاي؟ قال لك إن كهنة المعبد قالوا إن فيه 12 واحد مختلفين وإن الإلهي فايستوف هو اللي حيدي الحقيقة العرض للي حيشرب النبيز بتاع معبدي فايستوف كلهم الضفر في إلاء من البرونز كانوا الكهنة يخشوا يده زي ما بيه الحد احنا بيش أقول لك وبالشان بتاعته يخشوا وهم مسكين أواني دهر ويده لكل وقت وباسمتيج قعد في الصفر القصة بتقول إنه في يوم داخل الكاهن وبيقدر الأواني فبيده كل واحد الإلهي وصل لباسمتيج لأ معهوش إناهي فوقت بسرعة وراح باسمتيج قال الخرزة البرونزي بتاعته وشرب فيها فكان ده إعلان عن إنه تحققت نبوة الإلهي من هنا أصبح الملك ده هو ملك طرد الأشوريين اعتمد على مشاكله ولكنه أدخل الإيونيين لأول مرة في الحضارة المصر الإيونيين دخلوا مصر ليه؟ كمرتزقاء وهنا أفكر حضراتكم باللي قلنا في المكان ده برضو من مدة طويلة لما عملنا محاضرة عن مصر واليونان وقدرنا العصر البطلاني طبعاً بحاول أعيشتوا في الصورة طبعاً تسمعيني الشرق ده ما كنا بنعاني منهم لما بدأت العلاق قلتوا بعدكم إن العلاق ما بين مصر واليونان قلتوا سيبتوا لأ دي مرحلة اللي دخلوا لي مرتزق لكن قبل كده كانوا عند يبهو تجار لعينة يا سمين لعينة الحاول يجو بتذكر في نصوص من الدولة الوصف أنا فكرة الحاول يجو كنت دايماً بقول ذكرت يا حطب أم أحضر أنا شفت في كصة فنوهي كصة غريبة جداً أو نص غريب بيتكلم على الحاول يعني كمان نسمع تعمل دولة وسطة عندنا تنسل واحد اسمه وسب في اليونان دولة وسطة يعني إذا ده علاقة ما كانت شديد جابهم وابتدأ يحاسبهم فابتدوا هم بيقبضوا يعملوا إيه؟ عايزين ياخدوا مرتبهم فيديهم الدبل الدبل اللي هو 91 جرام يمزن فقالوله لأ انت ده ايه قال لهم ده 91 جرام دي كم دبل تلاتة دبل طب يكتب على المتاع كده تلاتة فدرب تلاتة عليه شفت أنا قلت درب سك عليه وكان هنا بداية سك العملة ده على الرجل من أن أول عملة مصرية معروفة بشكل مؤكد ده ترجع للأسرة تلاتين يعني ترجع للقرب أربعة قبل الميلاد بسمتيك استعان بالنار دول اشتغل معاهم ساعدوه كتير جدا خد ألقاب بتنتي معنا السيطرة والقوة اه قدر ان مصر تعيش مرحلة كبيرة خلفوا على الحكم مين خلفوا على الحكم ابنه نخاو التاني او نيكاو دي ما قلت لحضراتكم نيكاو التاني هو الابن اللي جي بعد ابوه نيكاو لما جي بعد ابوه عمل ايه ابتدى يشتغل على حدود لقا مين اللي طلع له من المكان ده اللي طلع له من المكان ده بشكل قوي جدا كانوا الاعداء بتوعنا مين هم؟ البابليين الاشريين نجموهم خفت البابليين ابتدى نجموهم يطلع كان على نيكاو انه يتقوموا انتصر على فكرة عهد نيكاو شاهد عندي حاجة مهمة جدا شاهد عندي أول علاقة مبشرة جيدة ما بينه وما بين اليهود عارفين يعني ايه؟ تبقى علاقة باليهود حلوة ما كانش قبل كده موجودة ابتدى يتقرب من الآلهة وابتدى يقربهم وحاولوا انه يبعد البابليين عمل وقدروا ان ينجح لكن البابليين استردوا نفسهم مرة تانية وقدروا ان هم يضربوا ما يضربوش مصر ضربوا حاكم قرشاليم اليهودي اللي هو وقف مع الملك المصري نيكاو هم وقفوا ضده وضربوه البابليين في اللحظة دي نخاو استشعر الامر غير مجدد فعمل ايه نخاو؟ عمل حاجة مطيفة جدا نخاو راح لافف لما وجد ان حكام بابل ونبوخ اسنصر الملك البابلي اتهزل كمان عند قرقميش الجيش المصري الراجل عمل ايه؟ رجع وابتدى يشتغل بيه التجارة التجارة ليه ايه؟ انه عمل قصة الدوران حواليه البحر اللي هي القصة وقيل انه وصل لغاية منطقة سموها اعمدة هيراكليز اعمدة هيراكليز اللي هي دلوقتي منطقة جبل طارق مضيك جبل طارق وعمل تجارة كبيرة بل انه عشان يقفل على البابليين اي تقدم قيلة بانه تزوج من بان الملك البابلي تزوج من احدى سيدات عائل اتكاب بالمناسبة كان اسناها نيتو كريس هو اتجاوز اتنين سيميراميز القصة الشعيرة اللي هي التانية المصرية اللي هي نيتو كريس والقصة بتاعة سيميراميز والقصة الكبيرة اللي احنا حارفينه ومش بجال هنتكلم عنها نخاب بيمسب الى عهده قيامه انه يعمل قناة سيزوستريس طيب كانوين عند قناة سيزوستريس حاولوا في معلومة سريعة جدا ممكن نعمل محاضرة كاملة عن ما يسمى قناة سيزوستريس مفيش قناة اسمى قناة سيزوستريس هذي القناة ملهاش علاقة باللوطة ستة عشرين ملهاش علاقة بسيزوستريس اهم من دو من ده ملهاش علاقة بقناة السويس لان بعض الناس بيخدق قناة سيزوستريس واخنا احتفل بفتتاح قناة سيزوستريس يقولك يا سلام ده الفرع انا عارفينه قناة السويس تربط البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوص قناة سيزوستريس تربط نيل بالبحر الاحمر واسم سيزوستريس اللي البعض بيفسره سون السير يراه البعض انها مرحلة حاول فيها المصريون ان يتقربوا يتقربوا او يتمسحوا في اجدادهم اللونام في فترة شاهدة احتلالات كتيرة مرتوا على المصر لكن ان خلال زي ما قلت عمل على كده واشتغل عليها طيب مين اللي عفر القناة؟ غالبا عندي اربع لوحات موجودين باسم ملك فارس اسمه دارة الاول دارة الاول له اربع لوحات لقيناهما بين مناطق الانطرة والشرقية لما رحنا المتحف المصري ممكن تلغ مرات نقابة الجيزة مشكورة عملت دا معايا اه وريت مرة الزمنة لوحة على قدام قاعة ربعة وتلاتين في الدور الارضي او في الارضي الدور الاول من المتحف القاعة دي شفنا لوحة من الاربع لوحات بتوع دارة وفيها امكانية بديعة ان دارة لا انا بخبط لنفسي حاجة انا بخبط لنفسي فيها امكانية بديعة بتقرالي ان دارة غالبا هو اللي بدأ واكتملت سعادة بطلميوت التاني القنادي اللي اعرفت انها ما كانتش موجودة مسلا دولة حديث لو بقول سيزوف تريد بردية هارس لما بتكالب ونحلة بونطة حتشبسوت حتشبسوت لما نزلت التجارة اللي جاء من بونطة بحر احمد اجنقلت ازاي من البحر الاحمد للوق سرق بردية لو فيه قناة تربط البحر الاحمد بالنيل كانت حتشبسوت كاملت هالي والكورسة باية مفوومة ربسيس التالت فهارس ما جاربش يصيري ان البضاعة اللي جاء من مواني البحر الاحمد جاي على مصر او جاي على طيبة من النيل اسف جاية من المنطقة بردية نخاب جبعة دي باسماتيك التاني باسماتيك التاني لما وصل الى الحب كان لومة كانة كبيرة جدا وعمل رحلة كبيرة او عمل حملة الى اسيا كانت حملة اقرب ما تكون انها تكون حملة نقول ايه حملة او مان شو يعني واحد كده جباح بيعرض واحد بيقدم نفسه وبيوري نفسه الدنيا ازاي لدرجة ان بوتاسمتوه بوتاسيتيمو قائد الاجانب اللي كانوا معاه ذكر على احد تناثيل التمثال التاني على البوابة الشمالية لمعبد ابو شد بالكبير كتب كده قال بعد ان وصل الملك الى اليفانتين كتب هذه العبارات مع من ابحره مع باسماتيك وسبن سيوكليف صعدوا الى معبد سيورس سيورك كيورس معبد كيورس ده منطقة ممتدة عندي الى مناطق سوريا يعني هنا منطقة انا دخلتها بس لما رحت ناحية سوريا انا رحت علاقة تجارية طب علاقة اللي مش تجارية ملاحظة غريبة ان الملك اتجه الى نباتة وفي نباتة عمل حملة مدمرها التدمير هنا مهم اول نتكلم عليه لان مرتبط ببداية حضارة كانت توجودة في المنطقة دي اسمها الحضارة المروية ضمر هو المكان طب هنا بقى ليه ضمر المكان ربما ان الكوشيين اللي كانوا هناك حاولوا يستغلوا المشاكل اللي حصلت مع الاشوريين ومع عصر باسماتيك الاول واليخاوة التاني وحاولوا ينفصلوا علشان كده باسماتيك الاول باسماتيك التاني جيه ضمر عليهم الامر ده طيب بعد موت باسماتيك جي ابنه سيء الحفظ ابريس واحد ابراه ليه بقول عليه سيء الحفظ يا حاج احمد لانه راجل ما دخلش حرب الا وتذب فيها مع انه كان حسن النية في كل ما يخوضه من طب الراجل في كل القابه لما يراه بالهنوبليفي نقول انه بيرسخ قوة حكم مصر قوة الارضين لعينانه فيه وانتو داخلين المنحب بتعنيك راهينا هتلاقي على المين بعد القوضة اللي فيها بعد المكان الابنجير ميوزيان بتاع المسيس التاني اول لوحة بتقابلك على المين لوحة ابريس بيتعبد امان بتاعه والسكر في المكان ده اذا هو اهتمت منف واشتغل على توسية المعبد لكن كل ما يقامل مكان تقابله مشكلة راح للشام عشان يوقف في البابليين استضم بمواني سور لدرجة ان هيردوت قال ان بيساميس ملك مصر حكم ست سنين قام بحملة على اسيوبيا هنا حلفة النظر لحاجة بس تعبير اسيوبيا حينه يقصد عشان ما يقولوش احنا وينتو وينتو بعادوا الكلام ده لا اسيوبيا اسيوس بيوس يعني الوجه الاسود ويقالب انه كان يقصد دي المنطقة الجنوبية كلها ويمكن حكتب تعليق النهاردة كامل في تفسير كلمة النوبة تفسير كلمة نباتة تفسير كلمة مروي تفسير كلمة اسيوبيا وتفسير كلمة السودان وانت كل واحدة ظهرت حكتبوا على صفحة النقابة وهيكون متاح مع حضراتكم حتى بشكل مكتوب احنا بحاول دلوقتي بس ان احنا نختصر وقت المحاضرة على الاقل احنا قادلين نستوقع بالنقطة الاساسية وهي المرحلة الخطيرة جدا من تاريخ مصري قال انه خلفوا ابنه ابريز ابريز ده حكا من خمسة وعشرين سنة بعد جيش لصيدة حارب ملك سود فشل سوء الحظر تحالف مع اليهود تاني ضد البابليين اليهود نفسهم خنون لكن المرة دي بعول البابليين الحاجة التالتة ان هو حاول انه يأمن حدود مصر الغربية فاكريني الجناحين اللي كنت برسمهم لحضرات مصر الشارية احنا بنتفرج النهاردة الرئيس لما وقف قال خطوط حمرة وكلمة خط أحمى ده معناه ان انت عايز تكسلي هنا الجناحين تعايز تكسلي البحر المتوسط ومن سين عايز تخشين من البحر الأحمى يعني انت عايز تقفل عليا مش هتقدر مش هتقدر لان من قديم القدم وانا شغال في الحيط داني الجيش فرعون عمل ايه؟ دايما بيقولوا النص في الكتاب المقدر انه راح لهناه والجيش المصري اتهزم وحصل في الوقت ده انهم قالوا للجيش قائد من ثبات الجيش قالوا له بقولك ايه؟ الفلقة العسكرية اللي موجودة هناك وتهزمت قالوا له خلي واحد قائد الجيش الملك اللي بعده قال له قائد الجيش دا كان اسمه احمس قال له ما تلقى تتكلم معهم بسرط ايه؟ هديه راح احمس ليه الجنود وانضم هو اليه وتقلب على الملك وتزعم السور متولى قائد الجيش احمس الحكم هيردوت بيقول كان سوء الحظ كان قد اصاب كما سأفصل في لويتي عن ليبيا يعني هيحكي هيردوت الحدوتة من كامل لكن بيقول ايه؟ هذكر باختصار عندما ارسل جيش ضد الكورينايين الكورينايين اللي هم كورينا اللي هي المنطقة سبتة كده اللي هي المنطقة الخطة العمر اصابوا فشل فانتبه المصريون وصاروا ضده اذا اعتقدوا انه ارسلهم الى هلاك وليحكم هو بقية المصري يعني وبعدهم يموتوا يحكم هو البين على روان فارسل اليهم لما عالم ابريس ارسل اليهم امازيس ليحدثهم امازيس لما وصل هذا حاول ان يمدع وبينما هو يتحدث قام احد الجنود ووضع الخوزة الملكية على رقص احمس وقال له انت قائدنا من الهات انا وضعتنا انت قائدي امازيس اه يعني ما كانش رافض اول ومش لأ ومش عفيه والله انتوا احركتوني وراح راجع وحد قوة تكون ضد ابريس حتى استطاع ان يهزمه لدرجة امازيس كان راكب على جوابت وجاي ومسك رمح وقال وبعته لابريس لما بعت الرمح لابريس ابريس اعتقد من الرمح اللي جاي له انه ايه انه خلاص انه هو الرمح ده معناه انتصر وقتص انتهت قتال الرمح ده بيقوله ان لم تخرج سيكون الرمح هو البديل امازيس قال له ليس لك الحق ان تشكه سيكون لك ان تبتعد فورا عن الحق هو بيقال انه استولى على الحكم امازيس واصبح ملك على البلال وخرج امازيس امازيس او احمس الثاني او معلومة بين قوسين كده سريع او احمس الثالث احمس الثالث ازا بيقولي الحج احمد لان انا لقيت حفايا الكرنة بطلها لي احمس قصة 17 عندي احمس قصة 18 اللي هو نت باحتراعها هيبقى احمس اتنين امازيس هيبقى احمس ثلاثة انت لشوكتان اقول امازيس وريح مسك لان هو الوحيد اللي اتضغط وكان هيرون بيقول عليه صديق اليونانيين بس ده ما منعش انه طلع على بعض المناطق اللي كانوا اليونانيين حطين ايدهم على زي روديس وعرفهم وحطي ايده وابتدى يحاربهم وابتدى ياخد منهم اجزاء شوفوا الراجل اللي خط لقب حوري خط اللقب بتاع حورة سمن مائل سمن مائل مثبت العدالة خلاص بقى الرقب اللي بعضه سب النيترو اختياره الارباب ده اللي انا مرة عملت مع حضراتكم وحاضرة زمان كده حال كم شوق تكلمنا في لعبة الالقاء ان الملك مش اي اسم يعجب الناس حط لقب يضرب فلما يقول سمن مائل مثبت العدالة سب النيترو اختيار الارباب يا حبيبي انت خلاص كده بتاتش عاصلنك حاجة تانية انت اوصلت الصورة انت بتقول للمصريين وللعالم ان انت الملك عالم الراجل ده عمل قانون من اعظم القوانين هو صاحب اول مبادئ قانونية مهمة جدا عمل اقرار زمة مالية طلب من المصينين يقدموه قال صلون انه نقل عنه مقولة مهمة جدا ان كان عقاب الشخص اللي بيجذب ويستولى على الاموال ان يقتل ان يقتل ويبعد تماما عن مكانه وقال ان صلون نقل الامر ده عنه وابعده تماما من النقل انا في المحادة دايما كنت لازعها واقول مش محمد يعمل قهوة شاب الحاجة احمد عمال يبص له يلعب لي في دا مش فان ليه طيب امازيس اذا حط قاعدة مهمة جدا محمد اه محمد اهو سكر سيادة لا لا اهو احنا احنا عارفك يا جماعة انتو تكلوك شايفيني احاول اخلي المحادة كالينا عادي بمها با بس فيها كاتر مشكلة ان احدوكم و احنا ماشيه هو اللي بيحاسبلي مش عارف بيلا يحاسب النهارة انا قاعدة اللي احمد محمد مفيك في الكورسي اه زي ما بقول لحضراتكم ايه يعني الراجل اللي بيقول انك متستولاش على المبلغ او تاخد حاجة حد ده معناه انه بيقولكم مني اقدم اقرار زمة مالية ولأول مرة في العالم المصر اللي يمعلم بالدنيا اكتب ورقة قول فيها هتدفع انت من اين لك هذا ما قلتش اكتب اهدك يا حبيب مفيهاش مفيهاش تفاصل لكن لما مات لما مات جيب اسمتيك التالي مال انالوجي من الخمس القاب الا لقبين اللقب النشو بيتي عن خكاء رعا لتحيا نفس رعا واللقب او اسمه باسمتيك اللي انا ترجبته لحضراتكم في بداية المحاضرة الراجل بتاع متك وماتك اللي اتفعنا ان هو واحد من الالي اللي كانت في شلق الراجل ده لو حبيت تقول كلمة احمد عرابي مصطفى كامل الاسماء اللي احنا بديتساعد درلول تحط باسمتيك تلاتة معا طب ليه باسمتيك تلاتة اللي لونها شزغنطوت كده في الكارنر كلهم بقايا جوش حلوة كده من العصر الصاوي في لوصل باسمتيك تلاتة قال انه بيواجه اعداد العدو اللي كان طالع كاملين في البحثة دي حج احمد الدولة الها خامنشية اللي هي دولة علامة اللي هي الفرس زي ما حالتك قل الدولة اللي قامت في ما يقرب بعد كده بايران والمنطقة دي الناس طول بدهوا ينحرفوا بدهوا يقفوا مع ابوهم الكبير كورش وبدوا يكدوا سكتهم هنا مصر كانت زي ما بيقول دايما اللقمة الهرية اللي يجب يختموها علشان كده كان عرضوا عليه العرض اللطيف انت لك مصر سلم وابعد وستترك الامور وستعيش انت واهلك في امان قال لا قاسف وبدأ يحارب باسمتيك التلاتة وبالمناسبة هو عارف ان الحرب خسرانه يعني هو مش عارف ان الحرب دي كسبانه بالحرب دي هو يعلم تمام العلم انها حرب خاسرة لدرجة ان البعض بيقول زي افريكانوس مثلا بيقول ان هو حكم ست شهور باسم يوسبيوس بيقول مفيش ملك اسمه ده مفيش ملك اسمه ده طيب كلمة الهاخة منشية لما انا اقولها بالعربي اقولك الهاخة منشية دي كلمة فارسية ما بالعربي الاخمينيين يعني اما اقول دولة الاخ مينية. كورش حكم خمسينس عشرين مات كورش ببعديه ابنه كومبيس. كومبيس اسفقتر مرتزقة الاغريق المرتزقة انت بتشتريه. اخد الناس دول واتحرك وقدر انه يكسب القائد المرتزقة الاغريق في مصر كان اسمه فنيس. خد الرجل ده فيده وضمه القواته وده اليهود امكانية ان انا هتعاون معه. اليهود هتتعاون هتدفع اه. قالوا له طيب. السرار المصريين. في من فيه كده. هنا فيه كده. هنا فيه كده. وبقولك ايه. انشاء المصريين لو احنا بقى حنساعدك اول. حنحميلك الحدود الجنوبية. وراحوا جاليين ولاد البلغة راح عاعدوا في كليفانتين. ليه? هو هنا بقى بعيد. حصلت مشكلة مثل عدنوبة. وانا بعيد. مشت الامور هنقاعد في ارض جديدة مع العرميين والجاليات في اجنبين. ما عادش في وسط مصر في مكان قد يحمل له صراعات. هو مش هادر يحتمله اليهود. ده ده لازم نحترم. ونقول ان ده زكاء منهم. هم قالين لسو مصر. قالين اللي يا بصر. قام بيز عمل كده. وفك اسر اليهود في بابل. اللي كانوا موجودين. وجابهم لمصر. وجالوا مندوب لبسمتيك التابع. ايه عن بسمتيك. كلمتين حلوين اهو. سلم تسلموا الكلام ده. وبعد عن اه انك تدخل في اي سرعة. الراجل ما عجبوش الكلام. وقال له انا هقوم. حربة عند بولوسيوم. اتهزم الجيش المصري. اتقدم الفرس. وافرح منف. قومنا الفرس رفضين اي طراجة. هيرودل بيقول قال. ان الحرب اللي قامت عند منفة حصل فيها شيء لطيف جدا. كانوا لطيفين بيضربوا بعضها. هيرودت جلعة ديها. يعني زر منفة. فلما راح زر منفة حاجة احمد قال حاجة لطيف. قال. الناس اللي كانوا موجودين. والفورس ريسا بحكوبة. كانوا قافلين الحتة دي. والمرشدين السياحين بيقبضوا الناس يفرجوه. فيقول له ايه. شاف الجماجم المتكسرة دول. يقول له. يقول له. هتحب عرفلك. مين المصر ومين الفرس. يقول له. يقول له الجمجمة كسر. يقول له ده فارس. لو الجمجمة الزلطة جاد فيها ما كسر. يقول له ده ماصري. صلقت الدماغ. نشوفية الدماغ. هيرودت حكا القصة دي علينا. وقال كده باللغة. لقد شاهدتوا عجوبة. تم اخباري بها من قبل اهل المكان. بالنسبة للعزام المتناثرة حول ما انسقط في المعرض. كله جانب على حدة. لان عزام الفرس على جانب واحد. وعزام المصريين على الجانب. جماجم الفرس كانت ضعيفة لدرجة ان ضربتهم بحصة ستحجز فيها حفرة. المصريين لن تكسر جبهتو اذا ضربتو بحجر كوانب. سبب ذلك. وانا من جهة اصدركم ده هيرودت اللي بيقول. ادن المصريين الذين بجوا. بس فسروا. قال ان الاعيال من وحنا صغيرين في الارياب يحلقوا شعره خالص ويدهنوا له راسه بحاجة. ويسيبوه في الشمس. فدي تنتي صلابة للرأس. وصلابة للوجه تقدر انها تساعده انه يستمع. وقال انهم الفرس ما كانش ده موجود عليه. باسمتيك التالت اتقبض عليه. وعرض عليه ان يتناسب. الا ان باسمتيك رفض هذا الامر. فحكم عليه بالاعدام ومات. وانتهت اخر مرة مصر دولة قوية في التاريخ المصر. المصرة ست عشرين. وبدأ بقى قنبيز يحكم مصر. فيما سنعرفه حاجة احمد ديه العصر الفارسي الاول. لما وصل قنبيز ادرك ان البلد دي مش سهلة. شوفوا الالقاب اللي خذها. لقينا له تلات الالقاب. لقب الاول هو ايه? سيماتاوي. قنبيز بيدخل مصر ويحتلها ويقول سيماتاوي. موحد الارضين. طيب اللقب التاني وحمي سود. معيد الميلاد. عاوز يقول ان البلد دي كان فيها مشاكل وانا جاء احلهاب. ده محتل اجنبي. ومصر دولة تبع عليه. وبالرغم من كده بيقول. اسم قنبيز البعض بيراه قنبيج. قنبيج ده النط البصري اللي عرفناه. قنبيز حكم من خمسمائة خمسة وعشرين. خمسمائة اتنين وعشرين قبل الميلاد. حاول انه يخلي مصر حتى يسيطر ديها. على العالم عوانين. علشان كده كل ما كان يسبع اناه مشكلة يخلي مصر حتى ويطلع منها. كان بيساعدوا مصريين اه. افكر حضراتكم بحاجة اه لو حضراتكم فاكرين فيلم لطيف كده من قصة جيب محفوظ اسمه زقاء المداء. كان فيه ناس من الشباب المصريين منهم صلاح عبيد في الفيلم. كان بيقول ايش تغلوا عطال القرنس. بطوع القرنس ببساطة للي ما يعرفش يعني ايه? الكباة دي انا بنتجها. كمصر. يجي المستعمر الاجنبي يقول لي انا عايز الكباة دي. انا مش هبقى اهالك انت اجنبي. يوم يجي حد تاني يقول لي انا هاخدها منهم وبقى اهالك. ده اسمه القرنس يعني هو بيبقى وصيف وبيحقق رجل. كهنة المعابد كانوا هم تجار القرنس. واشهرهم على الاطلاق واحد يمثل نموذج من اسوأ النماذج. المرشيل فهم صويين عارفينه كويس اوي. تمثاله في اللوف اسمه ويشا حور رسنة. كاهن مع بدسانس. قال لك اول ما جيب قنبيز ونزل على سهل حجر. اللي ايه عسنة ده ستة عشرين? قال له سايس والالهة. قال له الالهة في عناية. قال له الالهة في عينيك. يبقى احنا فل يا رايس واحنا اصحاب. وليه كل الخير وليه كل ما تحتاجه من كل الامور. الملك هنا طلع على كارتاجة. وخد الفينوكيين. مصر محقق طلع منها على كارتاجة. اتضرب في الطريق. ليه? لان الفينوكيين قالوا مش هنحالب الكارتاجيين عشان خاطرة. قال طيب والله ننزل اضمن لكم معبد الوحي اللي في حدودكو الغربية. اللي هو معبد مين? حقرد اسم زي ما قرناه. امون. ده بالامن. كل للكتب الاجنبية والمؤلفات الكلاسيكية رحمد ساري بتقراه للاسم امون وليس امون. طب ليه ما بقولش امون? ما هو امون وزي الفل وما حدش حايز عن من? قالك لا. امون هو اله. سورة من سور امون رع رب طيبة. ولكن معبود للطراب. والبعض الاخر بيقول ان هو عامون رب الصحراء الغربية. وهو يختلف عن امون بلاي بتاع. هنا هو رايح فشلت الحملة ومات عن الحدود الرابية. قرر ان ينزل على نباتة. وخذت حاكم كوش بعت لحاكم كوش لسالة. كصة لطيفة قوي تفكرنا الافلام واي سلباء والكسف. قنبيز بعت لحاكم كوش لسالة حاكم مروي قال له انا جاي لك حظ بلادك. لأعلمك الادب. النص بيقول كده. لأعلمك الادب في كيفية التعامل. حاكم كوش عمل ايه? فطلع الكوش بتاع الواب يحارب ديه. والده للرسول اللي جاي. قال له ديه القنبيز. لو قارف يفك الوطر بتاعه يبقى هيحارب. بصوا صخري هنا. التعاملات الحاربية كانت ازاي. هردو تقال خطت قنبيز. وبدأ يتحرك لكن بصيب بلاوسة. ايه اللي حصل له اللوشة من ايه? انه قعد في مرة فبيقول للمصريين انا هعمل في فوق او بيهزم. فالمصريين ضحقوا. فقالولو يتحكوا ليه? قالوا لا دا هم عندهم عيد النهاردة انت مالك بيه? قالوا يعني انا جاي منتبهدل. وهم عندهم عيد قادر بيتاريوه على عيد ايه دا? قالوا دا عيد سرابيس في منف. والمصريين بيحتفل ويقافل واختروا عجل جديد. قالوا لا فين العجل دا بروح ضرب العجل. واخذوا. ضرب العجل. خمس مئة اثنين وعشرين. طب دي هتتسجل ولا ايه? ولا دينه الكابة هتشلها. لا دا كده صفحة بباحث الاداب مش صفحة من الكابة. الحاجة احمد بيقولك انه يعني اطعى بزء من جسد العجل فيه. الحمد لله من المحاجة لايك. انا بنمنتش الكلام دا اجدانك ولا ايه? ايه يعني انا سعيد جدا طبعا بالتجربة. عمل ايه? ما هو انت عمالين بعد كده بص البقى دا انت والحاجة احمد وطوله متعلقاش. طيب. المهم انه جاب له اللوسة واخرق جسد امازيز قال له مش ده اللي انت بتقول عليه ما ليفضح? وحرق جسد امازيز المصريين انفعلوا ضده قالوا له انت ربنا عينتقم منك. في نفس اللحظة اللي قاعد دي كده فوق اللي بيقوله الناس في فارس وفرق من فروع العيلة انقلب عليك. قنبيز عمل ايه? طلع يجري. ما قدلش يوصل هناك. وجد ان احد فروع العيلة وهو دارا الاول استطاع ان يحقق الانتصار. لما جيه قنبيز هيردوت هنا اللي بقوله. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نحط الاطار المصري. لان هيردوت دايما بيلمس ليه حتة قد تكون مش بتاعته. لذكت انه هيردوت دي يقول انه عشان بس اصلح المعلومة ان اه ومضة النور اللي المصريين قال بتيجي على جزء من جسد العجل اللي بيختاروه. قال له انه ومضة النور ظهرت في جزء من جسد العجل فدخل وطعن الحتة دي وقطعها من جسد العجل كأنه بيقطع النور او الخير او الحياة عن المصريين. المهم جيه دارة الاول بعد قنبيز دارة عمل ايه? لما وصل دارة الى الحق خرق القاب ايه? منك ايه? كف القلب يا سلام. وبعدين قال ايه? اه دي بقى مهمة قوي. ملي امون را نب هبت. محبوب امون را سيد هبت. هبت اللي هي? الخارجة. الواحة الخارجة. هبت يعني بره بالهيروغيب. بتتكتب في قلب يا را. ده احنا اتبع الصبورة واللي هجيبها وراني. هبت يعني بره. يعني المكان الخارجي. طب ايه ده اللي هي جات منها الخارجة? واحنا اقولنا هنا ان انا عندي سبع وحات المصر عرفه. السبع وحات موجودين عندي فيه المنطقة بتاعت. اتفو. النص اللي موجود بيقول ان هو بيقوم بالسفخ وحات. سفخ يعني سبعة وحات اللي هي الاماكن السبعة اللي كانت متصلة بيه اتفو. واولهم كانت هبت اللي هي بره. اتشكين يا اتذكر? هنا لو حضراتكم شايتنا هنا السورة كده واضح. كده جايبها? اهي. 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 عارفين دي اللي نطقناها ايه بعد كده? هبت. هو قال لقبه. قال ان هو حبيب امون را مش سيد طيبة. سيد الخارجة. طب ليه? لان طريق ضرب الاربعين ده. ده الطريق اللي قم بيه. كان ناوي يطلع منه على حملة نباتة. وكان ناوي يضرب امون في سيوة. وفشل في المنطقة. فالمصريين صاروا عليه. فقال طيب. لان انا هعجل الى ده. فرا عمله المعبد الشهير اللي هو معبد هيبز. اللي هو اول معبد بحب اسميه دايما معبد اعتصار. بقول للمصير انا انا اسف. اسف عالى عمل ابوي. اسف عالى عمل قنبيل. اسف عالى اللي هو وضع. اولا هو بيرض السايد. وهنا اي واحد عاوز يكسر يرض السايد. كل الاخطاء الادارية معاها. كسب قد المصريين جدا. وبدأ هنا بقى الود. الادارة بدأ عندي هنا جماعة ان شاء الله. بدأ عندي فكرة قناة سيزو ستريد. او دي ابرنون. او سيزو ستريد. او سيزو ستريد. مفيش سيزو ستريد. سيزو ستريد. سيزو ستريد زي مطحك ببات المحضرة. مالوش دعوة. اول ما انتحدث عندي شكل تقصيل بموجة بلوحة من اربع لوحات كان دارا. عمل كده. ارستو من اوائل الناس اللي بتتكلمه على القناة. واول واحد اشار لكلمة سيزو ستريد كان ارستو قبلينيوس. لكن استرابون قال ان سيزو ستريد هو اللي حق. الكلام ده مش صح. لكن احنا متأكدين ان هو بدأت ايام دارا وان نيخاور يتقال له اعمل القناة دي لكنه رفض لان البشرة اللي جات له او اللواية اللي جات له ان هيبقى في مشكلة حتحصل ما بين ارتفاع من منسوب الدلتا. مبارة كانية بقوله. قناة سيزو ستريز. حاجة احمد ليست هي قناة السوس. قناة سيزو ستريز. نيل وبهر احمد. قناة السوب هيدا ده في مشكلة? يعني هل في رسال بتيجي او حاجة? ممكن يكون رسال بتيجي على نعم? لا رسمها عشان انت مفتوحة. مفيش مشكلة يعني بتقبل بس هيدا. على الراس والعيد. قناة سيزو ستريز زي ما قلت طرب وتبنيل بالبحر الاحمر. وليس البحر الابيض بالبحر الاحمر اللي هي قصة القناة سويدة. والدليل بعيدوا مرة تانية او تالت عشان الناس ما تطلق بطن. يا جماعة حتشبسوت لما عمل البونت. الجشرة وراح محراحة. دخل. دخل طيبة ازاي? هو لي جاباع رحمة? ولقينا بعد كده الناس جاي شايلة لحاجة. لقيته خط طريق بردي. برديت هارس فيهابه. رمسيس ثلاث بيقول انه خرج ودخلت. ما جابش سيري انه جي مباشرة. ده او طرق. وقال رمسيس الثالث اللي كان في نوقات حراسة برية. حرس حدود وحفوه. بعد كده قلت ان الاربع لوحات بتوع اخونا العزيز دارة عشان افكركم بيهم. اللوحة الاولى. في تل المسخوطة. دي من الغرب. التانية. في اسماعيلية اللي كشفها علماء الحملة الفرنسية وكتبوا عنها في الجيد. التالتة عنده وادة طوميلات مع خليج السويس. الرابعة اللي ما نعرفش عنها حاجة لكن هو اشهار انه هو عمل اربع لابحات. دي يرجح الدكتور محمد عبد المعصور في شغله عن منطقة اثار سيناء ان هي ستة كيلو الى الشمال من السويس. ربما تكون في المكان قريب من هناك. ده معناه ان الرجل اتحرك على حفر القناة فقط. لكن القناة عشان اتكلم عنه. دي يدور قال ان القناة بدأت ايام نخاة. انا قلت لحضراتكم انها صعبة جدا تكون ايام نخاة. اعتقد والعلم لله زي ما قلت ان هي بدأت معها. دارة واكتملت ايام بطلميوس التاني. اللي عمل اللي ذكر بطلميوس التاني في نصوصه قال ان هو عمل خندة او عمل قناة عرضها مية ادم بعمق تلاتين ادم وطول خمسة وتلاتين اه ميل حتى البحيرات المريرة. وعمل لوحة مشهورة جدا اسمها لوحة بيثون لوحة في الشرقية. اللوحة دي بيذكر فيها اعماله. وقال ان محافر القناة دي او اتكلم عن دي اللوحة. وقال ان القناة دي قال عليها نهر بطلميوس. ولما اسس مدينة باسم ارسينوي ذكر انه كان من ضمن الاهدئات اللي تمت لها كانت القصة. دارة اضع على الاضطرابات. كسل الاضارة في مصر الناس حبو جدا. قضع على الثورة. اتل الوالد اريانديس. ليه? اريانديس لما جات اللوحة في المال قنبيز. حصلت المشكلة. اما جيه? وجد اريانديس عمل حاجة لطيفة. عملة باسمه والناس ملومة سيبكوا من راجل دمج وما فيش اي مشاعر للحرام. فجيه دارة وطير رقابته وقال انا ما طيرتش رقابته عشان خالف. ابدا. قد انا طيرت رقابته عشان ما احترمش العقيدة المصري. قفت اللاقب هنا بقى بشتري خاطرنا. وجاب مكانه فرنداش. فرنداش ده كان واحد من اقارهم. ابتدى يوقف التعاون ما بين اي جابهة ممكن انها تمثل صراع ضده. اي تعامل مع المصريين واليونانيين. اتبع مبدأ. فرق تسط. كسب الكل. عمل حملة الى اليونان سنة ربعمائة وتسعين. دي الحملة اللي كانت فتحة خير على مصر. ليه? الحرب دي قامت ربعمائة وتسعين عند اقليم. اقليم في سهل ساحلي بيحمل اسمه منطقة شمال شرق اتينا. الجيش الفرس. المعركة اسمها معركة دي حاج اعمال معركة مارسون ربعمائة وتسعين. والقصة بتقول انه احد الجنود اللي كانوا مليونانيين ما بين موقع الحرب. ما بين موقع المعركة. والمدينة كانت حوالي وارفعين كيلو مية خمسة وتعين متر. الولد دي جري سنة طويل من المكان الحرب اللي هو في مرسل لجاية المدينة. وبمجرد دخول واعلام التساراتينا مات الولد فخل من الف تنمية سمتة وكسعين ميلة دي مع عشياء العلعاب الموليكية. سماء بقصل الاقليم اللي قامت في الحرب اللي هو اقليم مارسون اللي قامت عليها. طيب اهمية الحرب جيه? يعني انا بتكلم على الحرب عشان نقوم بس بقى المارسون? انا مال. لا. ضرب اللي عمله وصل لنا لسالة. بتقول الرسالة دي بتقول ان انت يا مصريين ناس تبعي. وان انا رضيبكم. وان اهيب بقى تقول له ادابكم بقى خليكم ناس محترمين. المصريين. وان انتوا في النهاية مش هتقدرها على الفرسة. الحرب دي? قالت لنا لأ. نقدر نحرب. ونقدر نقف ضدة. ونقدر نبقى كيان. وقامت صورة من المصريين. صورات قامت سنة كانت ربعمية ستة وتمانين. ربعمية ستة وخمسين. ربعمية خمسة وتمانين. ربعمية ستة وخمسين. ربعمية وعشرة. اربع صورة. المصريين صورة وراء التانية وراء التالتة. لما مات دارة و جاء ارتكسر كيسس الاول واكسر كيسس الاول ولاد وبعدين واحفاده. المصريين ما توقفوش عن التطورات ضد الفرسة. ولكن هل ساعدهم حاجة? اه. ساعدهم من بعد ربعمية ستة وخمسين. الفرس نفسهم وقعوا في مشكلة. ايه هي? المشكلة اللي ويع فيها الفرسة. ان البيت الحاكم الفارسي. والاسرة اللي بدأها كورجة. لغاية تمامات خمسة وتس عشرين هاتف الميلاد. بدأت تضعف. خلاص. بدأت مقامتها لية ايه? او نقولها بالبلدي. بدأوا يستشعروا ان هم عملوا كل حاجة عايزينها من البلدي. ربعمية وعشرة خرج لي ملك مصري او شارد مصري. اسمه يا حد احمد اسمه اميراتيوس. ويقال انه احد احفاد باسماتيك. استطاع اميراتيوس ده انه يسيطر على الامور ويحارب الفرسة. لكن الفرسة زي ما بقوله كانت هشرة. الدنيا هشرة. خلاص مش هديني قابل. فسأوا الدنيا دي. هنا بقى اليهود. مش هنرد لكم اليهود رحمة الفانتين. اليهود عملوا ايه? الصوار لما قاموا المصريين الصوار لما قاموا اتضربة على اليهود. وحرقونهم اعبدهم. اليهودة حرقين معبد خنون. اليهود قالوا ايه? والله العظيم. بحق يهود. يهود هو اله يهودة. ان اللي حرق للمعبد الخاسق. الوالي الفارسة. شفت عمله ايه? اللي حرق لنا المعبد الوالي الفارسة. الوالي الفارسة ماش حاجة. بس هم شايفين الكفة معه. مع البصريين. وهنا بدأوا بسرعة يجروا لشرى الخواطر المصريين النجوة تلحوون. لده بنت. فيه نص بيقول واحد اسمه انينيا مسلا بيقول انه اتجوز هناك. بورس اليهود اتجوز في الفانتين. جميل. سنة ربعمية واحد قبل الميلاد يا سيد احمد. جميل. وبيورخها بايه? بحكم الملك الفارسي. اليهود يتكلم عن ملك في حاجة. ويكتب في الوثارة. حاجة تانية. يعني ربعمية واربعة قبل الميلاد. وصل للحق. واصبح ملك على البلاد. والبعد قال انه فارعا من الاسرة ستة وعشرين. وانه حفيد اسمتيك. لكن بكل اسف كان سيء الحص. هو الاسرة الوحيدة اللي حكم فيها ملك واحد الاسرة تمانية وعشرين. برضية الايام اللي بديهود توقية. دي برضية من البرديات الحلوة قوي. مرة كده نعمل فيها محاضرة. نعم. نعم. برضية الايام اللي بديهود توقية. لأ برضية الايام اللي بديهود توقية. عشان تعرفوا بالدقيب اللي بيشوش عليها وعاوز بوض المحاضرة. قال قال وهي. بس البردية دي نفتحها مش عادة. طيب. ما هو هني? لا لا البردية. البردية هنا بتقول ايه? بتحكي على حاجات حصلت في مصر. حصل كزا وكزا اسمها الايام. يعني بتحكي دا يا دي عمار. فبتقول ان ايه بدن اميراتيو دا او قانون حد التاني انتحرر من العرش. لان يا باه جاف الارباب. عاد كان ضد الارباب. طيب. ضد الارباب دي تحمل معناه ايه? البعض قال انه خلط ضرايب عن معابده وانا امتيازات. والبعض الاخر قال لا. دا كان مهادن للفرس. والبعض اعتبر المهادنة هنعمل للفرس. هنا. هقول لحضراتكو يعني ايه مهادن للفرس? حضراتكو لو تتذكروا اه الله يرحمه انور السادات. انور السادات بعد حروب تناتة وخدقين كنا في مرحلة قوية وعاصل الدولة وعناصل من فورة. لكن هو وجد ان فيه تنرقص من كزا تجواعي دولة عايزة ابنة وعايزة عامة. فرح اليهود وقعد الدوني الارض وخدها ارتكو ونكونش لقوة بيه. امون حال التاني عمل نفس الامر خاصة انو كان عنده مشكلة اخضر. الفرس عاوزين يهجموا عليك في كل الاعقد. بقال لك عايز اخرص منهم. طب اخرص منهم ازاي? يا نكلة دا ترسيني ولا عايز عسلي. ابعيده عني. عمل مو حدا زي بي فاحمش طبق. الوطنيين بقى العالم المتشددة. قال لكو نعمل لنه عامة محنا عندنا جيش قوت. محنا ضمندهم. خلوا بالكو انا بقول انو لما طردهم. طردهم على انا اساس. على اساس. احنا احنا مش ضعاف. بس هما اللي كانوا دقفوا قولي. ما كنت شك. يعني لو الكفة زي ما هي بقوة الفرس وقوتي اعتقل كانوا اعتقلوا الوقت اكتر. كانتش عطي خلاصة. في نفس المحفة. المؤرخين قالوا بات ازاي. قالوا نصور قامت بطنب. البعض الاخر قال انه اتقبض عليه وقتي دائلة منفوة قتل هناك. في برضية عرامية بتقول كده. واحد يقول الى سيدي بيسلة خادمة شواء. اسامي عرامية ايه? لتحيا الاليه السيدي. لتحيي الاليه السيدي في كل وقت. لقد احضروا اميراتيوز الى منف. والملك نايف عوروض جاء على العرش في شهر قبيل. قسم الفضة اللي. قسم الفضة نايف عوروض التي ارسلتها ليه على. وابتدى يحكي له الفضة راح احكي. طيب. القوصة تسعة واشنين لما وصلت للحكم. ايه اللي حصل فيها? القوصة تسعة واشنين هم مجموعة من خبات الجيش من التأهلية من المنصورة. ناس لطاف من عند منديس تل كنيه امديد. مركز عبادة بالمناسبة بقى نيب جدد كان الله يرحمه استاذنا يراحي بكرة عبايي السلام يقول ده مش كبشة. لما يتصور كان بسرعة هي تبتيس. اه. القوصة تسعة واشنين بدأ الحكم بتاعه. وعمل. اسرة. وبدأ يفكر انه يقوم مصر على كده. ولكن مصر كانت زي التعبير الطورة. القصبة المرضوضة. حتة الزرعة نتخوفت. اه واقفة. هي واقفة قد نمج دي اللي قالت رو. بس لو سنت عليها شوية. مصر كان كده. علشان كده نايف عورود لما جاء. اه? انه بيحاول يرجع الى مصر التي يعرفها. مصر التي تأتي قوية. نايف عورود حاول ان يحارب الفرس. محقاش معهم كتير. وقال انه هو مريمعي. محبوب العدالة. وقال على نفسه انه هو عائب. قوي القلب. وقال على نفسه انه ست ابن تيروه زي. الملوك بتقوم ست عشرين. ست ابن تيروه اللي هو انا زيز. المختار من القلب. دايما لما اكون انا مزنوب. زي ما اقول لكم. العب بالالقار. الراجل هنا عمل. ايه بقى سياسة? سياسة الراجل قال. ان مش اسمح للفرس ييجو تاني. وجهز مراكب. واستعان بحاكم الكاتنانيين عشان يقص معاه ضد الفرس. وبعته تلتمية سفينة الملك تلتمية سفينة المجديد. ولكن الفرس حصلت عندهم مشاكل ما اكملتش بها الحمد. الحمد لله. لكن على القلب ان انا اصبحت موجودة على الساحل. ان ده انا كدولة موجودة ادراحل. او ما اخش الكارنة. الاقي في الكارنة بعد انها في عوروض حدودة. على ايدك اللي مين ورا طريق كباش? وانت قريب بلا بتشرح انت بتاخد مساني تكسي تتاني بتنزل السلة ببقى الكباش يمينة. وانت قريبش على الكباش اللي عليمين? بيبقى اللي عليمين وصاد السر. فيه مقصورة كده وفيه زي سهري وفيه زي منطقة احد رملائنا بكرة الحميد مسعود. ده قال على دي انها كانت زي آآ مكان خط سمك لتربية الاسماج في مرحلة في الكارنة في العصر الروماني. المكان المربع ده. في نصوص اكدت الكلام ده. لكن الاحلى بب اني لقينا مقصورة هناك. معنوش لك ايه? مقصورة رومانية. لا. دي مرسولة اسمها مرسولة اكونيس. مرسولة من دول ستسع واشريين. بتحكي المرسولة دي حد احمد صراع حصل. ما بين ملكين. بشري الموت اللي جي بعد. نايف عوروض وهجر. بشري الموت جه. هجر مع جروش. قلب عليه. وراح ضره. بشري الموت بعد. قعد هجر سنتين. بشري الموت رجع لموت جد سنة واختفى. يعني داخل الارض ملكين مشوا ذات. جه. وقع. تاني جه. وقع. وبعدين جي تاني. يعني. عمالين لها بتنم عن ايه? انه ما كانش في القاعدة القانونية المعتادة في الحضارة مصر. كده تعبير ده اللي اهدت لحضاراتكم. القصبة المرضودة. يدخل في دي. وتدخلوا القاعدة يا ريه. يعني تروسوا عليها. هتشوفوا حد رائع. خرطوش. بشري الموت ما كشفوش. ده كتر فيه بلحمة. جي قال جاب قلهم احمد. قال قلت فيه وكتر عليه هجر. او هجر انا بيكتب بالكافة. سد او حد ربطة. ان عندي تمثالين في النوف من اجمل تماثيل النوف. من اللوصة تفسسة وعشرين واحد لنفريتس او ما يفعه. واحد هجر. عارفين اللي اناهم فين? في وسط ميناء الكلوسيوم الاكبر في روما. هل الملوك دول اتنقلت اخارهم التماثيحي كاب قلهم موجودة في فتحة في النوف. لغاية انا وفقاة كاتبين عليها فاعة التماثيل اللي جايرنا لنصر من خارجها. هل دول اتنقلوا روما في العصر الروماني وبيزينه المادين. ام ان ذكراهم باية كويسة في العصر الروماني ونقلوه الله عم. آآ هجر ده لانه غاية الدين لطيب. عمل نعبة في اكريم. كم من نعبة ده كان بالتعليق على فكرة. يعني راجل كان شجال لرأيك تسيوة. تسيوة بالحاجة احمد يقول لا تسيوة تبقى خديق حلو. احنا كل مرين ونعمة تحلي تسيوة تحصل مصيبة. مرة السياحة تشتغل ومرة الكورونا دي جي. المرداني اللي اتررنا. طيب ان شاء الله المردي بقى يعني ان شاء الله بيذن الله نتلاحصه بيذن الله. هيكل لما وصل للحكم. البعض بيقول ان هيكل آآ قام بحمدات او قام بحاجة مهمة جدا. لكن التماثيل بتاعته او الاثار بتاعته بمتد. طب انه وده ده سيوة. النص اللي هو في سيوة في معبد اسم معبد الوحي. معبد الوحي التأمون غلط انه انا اقول معبد الاسكندر. لا يوجد الاسكندر على ارض مصر الا معبد في الوحكة ده. بعض الناس يقولونه في سير في لقصه. لكن معبد الوحي هو راح زاله. البعض يا حاج احمد بيؤكد ان المعبد زي ما قاله الدكتور فخري هو قصة ستة وعشرين. احمس التاني وامازيقة واحمس تابت وامازيس والكسرة. تخيبوا حضراتكم ان البعض التاني بيقول لا. ان معبد اسرة تسعة وعشرين هجر. مش تايندورف انا شخصية موازي. يعني شخصية شايف ان اللي قاله اشتايندورف مظهور. لانه ارى بقايا النص الهيروغليفة. وخرج منه انه لا يوجد نص هيروغليفي موازي من القصة ستة وعشرين للنقب اللي موجود ان هو كان فيه خن المعت راح. ما كانش فيه علامة معد في اي ملك من ملوك الاسرة ستة وعشرين. على هزا الاساس اشتايندورف. بنا فكرته. واعتقد انها فكرة قد تقبله. وخاصة ان معبد هيبس في اوضة. عملها الملك ده. اللي هو هجر. عمل فيه فاذا منطقة الوحاد بتاعته موجودة. طيب هجر البعض بيقول انه اصله مش مصري. على ربما ان انا عندي تعبان اسمه تعبان الهجر. تتساكل للمرة في نصوص العربية. يعني اسمه مصري موجود عندي من نصوص الهجر. بعد يجي نايف عضوبي التاني. والناس ينشيلوا كمان الى ملك اسمه موتس. لكن البلد واعت ضباط جيش جنب السبلاوين. من سمنوت مش سمنوت في الغربية. سيطرة على الحكم تحت لقب. نبقف قوة سيده. اللي هو مختنبه الاول. اللي استطاع انه يقاوم الفرسة واستطاع انه يبعدهم تماما عن مصر. ولكن برضو بانجي اعود ان الظروف ساعدته كتير. ساعدته في ايه? ان هجر ونايف عورود استغلوا الضعف اللي فيه الفرسة وعملوا تحالفات وقدروا انه هما يبعدوا الفرسة عن انه هما يا ربما من مصر. نسيت اقول لكم بس حاجة زيارة قوي محاسف عليك. هجر لقينا اسمه على مدبح فعكة. ولازال هذا المدبح موجود في قاعدة العصر الفرعوني في مدحف تلادي. تلادي. معرفش لو انا حطيت الصورة كده. قالوا الصورة كده دارة. المدبح الصورة بتاعت المدبح ايه. قال كده الصورة باقي يا ساعة. واسمه هجر واضح جلتا عندي. يعني ده صورة المدبح ممكن انا حبيت ان انا انزلوا الفرعوني. البعض بيقول لك اه مدبح وفعكة. اذا مش مصر. ليه طبا. وليه ابقى محدد انه مصر يتوسعي. مصر يبقى لها مكان. ليه قمت كده. وبعد ايه مدبح يعني مكان يبقى تاجر مصر راحدة. طيب. القصة 30 لما بدلت. لقناها دول قوي جدا. طردت الفرس. استطاع الملك نختلفه الاول. انه يبعده. معتمدا على فيضان الميل. فيضان الميل. عيلي. وبابعد الفرس ان هم يبطربهم. اذا اصبحت دولة. بقدر ان انا اقاوم العدو بتاعي. لكن. انا دلوقتي عفوا بدخاني انا واحد ازل. شخصا ما. طيب استعزم حضرتكم مرة تانية في صورة. انا ببقى باشي الصور هرجع على قصة دي. صورة اللي قدامنا دي دي المقصورة بتاعت القصة 29 اللي بيسموه مقصورة اكوريز في الكارد. دي المقصورة اللي في الكاردك للقصة 29 اللي على يمين طريق الكباشة. يعني وانت داخل قدامك البيضوني باول دي على اللي مين. تمام? يا رب اتكون زهرة قدام كل زميه دي. نختنبه? تعالوا نشوف بقى القبض اختنبه كنا نشوف عمليا. رقب خد لقب سماعة. قوي الزراعة. فتور. بلتجي. جايب الزراعة. سبيني اختويه. مبهج الارضين. الدنيا كانت كرب. دور ستاة عشرين كانت فيها كرونا. مزعجة. لا انا جيت ارياه. انا جيت ارضيكم. يصنع ما تحب الارباب. يا سلام. بصوا هنا. هنا العصر متأخر بيه ازاي? ملعبة لعبة السلام. الرئيس الخالد. الرئيس المؤمن. عاود ادخل دي. عايز العب دي. بدخل من باب الالقاء. كانت سعبة زكية جدا. نختنبه. جاب القائد القاتيني الخبرياس. وقال له هتقص معي ضد الفرس. ونجح. وقدر ارتكسب اللي كان معي. ميتين الف جندي. وعشرين الف مرتزق اغريق. مقدرش انه نقاون الراجل المصري. اللي زي ما قلت لكم. فرع النيل المنديسي هو اللي وقفه وقفه عليه. لان الفروق النيل السبعة كانت موجودة في الوقت داخل. وكان فيها المنديسي والبوباستين والتانيسي والبيلوسي. طيب. نختلفه انتصر عليهم. لكن بعد موته. انا هنا حققت نجاح. يعني انا شايف ان حاجة احمد دول الدين اقوى مني. ان انا ما خليش معها. لكن قدرت ان انا اقف ساعدتني ظروف ان الاشارة قفلت عليه بسلا في الشارع وانا نشاه. خلاص? مش مهنة كده بقى ان اتني اللي جاي بعد مني يقول لابوية هزم فلان. دي المشكلة اللي حصلت بعد موت. نختنبه لو ان يجي ابنه جيت حر اللي هو تاخذ. وبدأ يفكر بالفكر يا شخص احمد انه لازم احارب الفرس. ليه? علشان اوسع حدود بلاي. هللاحظ مع جيد حر? هللاحظ مع جيد حاجة غريبة جدا. تلاتة من القابل خمسة فيهم كلمة معت. هل انت عاوز توصل لرسالة انه المصحف الشريف انا ملك شرعي? ولا في مشاكل في البلد? لان اخوه صار عليه? وبنخول اللي هو ان اختح الحب بقى ملك. فهل الشرعية بتقالي التمانية واربعين مرة? حد يعملها هنا بالمعية الفرقون ده? ليه? طيب. جيت حر ستل اين? اين حر? هنا كان زكي جدا. المختار من انوريس. انوريس اللي بيجيب التايهة او بيجيب البيدة. ده واحد من الالهة المرتبطة بشور? يعني مرتبطة بالخلق. يعني مرتبطة بالحق. يبقى انا مرتبط بالهة الخلق. انا مش مرتبط ايه الى انا مش راعه ولا بتاع حاجة بتاع ايه دي. الراجل بعد ما استقرر قرر انه يخرج الاشارة اللي قفلت على الحاجة عمد يطلع لهو بقى هنا. ويوسع حدود مصر. الفرس خرج الراجل والفرس ان انا خلقت خط دفاع اوة. مشروع حدود. انا مش داخل احارم حبرتك. ووقفت لبنى خارج اعمل فرست لاين دي فانس. خط دفاع اوة ضب. برا اخبودي. اذا انا محتاج جيش? ومحتاج ناس هتستقرر في الاماكن دي. اتحرك الراجل? طيب اعمل ايه? ما معيش جيش كفاية. هات يا ابني مرتزك. تعالوا. خام ريازي تاني. وقال اكسلاسيو في اللي هو حاكم اسبارتا قال له بعتلي مرتزك. وابتدى المرتزك قال مرادة هم جايين. هم بتفردوا عالخناقه. بص عايز دي معاك اقبط كزا انا ورجالتي. وابط اقبط كزا انا ورجالتي. فكل واحد مده بقى بياخد النسبة بتاعته اول حاجة اللي هو عاوزها. طيب انا ما عنديش ثورة اما عنديش ثروة تقدر انها لدفع لكم كلكم. اعمل ايه? قال له اولا يا حاجة. افرض ضرائب. فبدى يفرض ضرائب على المصريين. وعلى المعادل. العواقب جد. خبرياس قال له احنا عايزين فلوس. قال له طب انا بضبالك. خلووا تضبالي ليه? انت بتوجه علبك ليه? المعبس ده بيصرف كام? مليون جنيه. بتخليهم الف. والكهنة يدفعوا هباته ومساعدات من موارده. باع المحصول والمشتري يدفعوا ضريبة. يعني انا بديع للحاجة احمد. ادفع ضريبة والحاجة احمد بيشتري مين يدفع. انا دفع ضريبين ده او انا دفع ضريبين شرق. على اساس نحقة ده. المصريين استاؤوا جدا. كل ده طيب. الملك ماشوا بيتحرق. الفرسة فيه? عندهم مشاكل بتاعباهم. ولسه بيحدهم مش فايل لده. جمع راجل تمانين الف جندي من القوات بتاعطه. وخرج ومع مية وعشرين مركب. حملة. لكن اول ما خرج فوجي ان اخوه بيبلد ابنه تتحرق بالقوات بتاعطه. تحرق ودخل للمعابد وفتح المعابد وصالح الكهنة وطلق منهم اعلانه ملكا. اصدر الكهنة قرارا باعلانه. نختنبه. التاني ملكا على مصر. جيد حبيل رقفل. طلع على صيدة وهناك قلنهم عايز اعيش عندكم. اول لاجئ سياسي في التاريخ الفراغول. رقع على هناك. وقعد والتقويل عجبوا البكان وعجل وترك الحب لناخت حاجة. طيب. لما رحي لك اخونا العزيز جيد حبيل وعجل. نختنبه التاني. هل هو كالملك قادر القابل بتقول كده? ميلي تاوي. محبوب الارضين. بص اللغب التاني حاجة احمد الحلوة اول اللي خده لو مشيث عن فكرة. ميلي كاملت. حامي مصر. محبوب الارضين اللي بيحمي مصر. خلاص. انا عايز ارجوكم للتاني كان نوي ضايعكم. انا جاء حبيل. وبعدين سهر ايب تاوي. مهد قلب الالهة. قلب الالهة. اه ابنت المهد قلب الالهة. اللي الالهة راضي عنه. نختح الحب ابتدى. يبعد مساعدة بطريقة حلوة. الحاجة احمد انا انا عدلي. ربنا ما يكتب علينا ابدا يا رب. و انا مش قادر اقوم. لكن عارف ان سهر احمد سالي بيحرم. بس سهر احمد سالي ما عندوش امكانيات. سبب عادته امكانيات. بزوله. بديله قوة. انه يقومه. يبقى الاتنين بيدرابوا ببعض وانا انا مخسرتش حاجة غير ان انا بدفع من تحت الترابيزة لانا بدفع. لكن الملك الفارسي ارتكس التالت المراتي كان نويها. فاتحرك الاتكساركيسس وجمع الجيش بتاعه وجمع عدد كبير من القوان وقرر انه ينتقم من المصر وصل لمنف نختح الحب راح على خين? على ادفو. وفي ادفو عاش اناك نقود فيه نقش في ادفو بيقول يا رحمد السنة 18 من حكم نخت من الحب الحب. السنة 18. يعني تلتمية واحد واربعين قبل الميلاد. يعني الفرس ما سيطروش على مصر. دي يدور بيقول. ودمر الفرس. ودمر الفرس. المضور. ودمروا حوارتها. ودهب الفطة والذهب. شوفوا التعبير الحلوة المؤرخين الكلاسيكيين. ما قالش الدهب الفطة. قال الفطة والذهب. لان الفطة كان تجمل. انا كان عندي دهب ما عنديش فطة. فهو يبدو بيلقل من المصريين. قالوا نهى والفطة والذهب. وحملوا التناثير. والنصوص والتسجيلات من داخل كل النصوصين. حاجات اللي بتدون حاجات خاصة بينا. كانوا بيشيروها وبيدلوها من البحر. انهارت مصر وضاع الحكم. حالت مصر السنهارة. الحوليات الديموتوكية بتقول جملة حلوة قوي. اصبحت بيوت المصريين خاوية. ما بقاشتنا بيوت. في الوقت ده. لقينا بعض المصادر بتكنمني على اسم ظهر. مين? خباش او خبباش. وده بالمناسبة. حاجة احمد مشكورا بقيت للمرة التانية. فرصة ان احنا عملنا معاه الجزء الجريك رومان في المتحب. شفنا لوحة الوالي. وقارينا على اسم خبباش. لما بطلميوس جيه والي على مصر وكان اسمه بطلميوس ابن ليجوس. كتب ان خبباش. خبباش ده من خد القام مصرية. لقينا خبباش بياخد سنن تا تنن. ستة من بتاعه. سورة تا تنن المختار من بتاعه. الاسم ده ما جاش في اي قايمة من قار الملوك. لكن جي في لوحة السطرة زي ما قلت لكم. وقال بالظبط. حين كان الوالي. اللي هو باسمها تقل. عارفين لوحة الوالي دي لها هنا فين بالمناسبة؟ في جامعة يا فقد. في ميضة جامعة شيخون. قال ان حين كان الوالي ينشر التبروة لآلهة الشمال والجنوب. قال لمن معه ولقظماء الدل. انا بترجم لكم النص الارقليفي. ان الارض المجاورة واسمها ارض وجه. اعطاها ملك السعيد والدلتة خمباش لارواح بوته ليوها بالحيال الابد. يعني هو بيبدي في حتة ده. اسمه موجود في السيرابيوم على فكرة. على واحد من التوبيط في السيرابيوم خباش اسمه موجود. في بردية اسمها بردية تليبي. البردية دي بتتكلم ان بتقول في السنة التالتة السنة التانية الشهر التالت من فصل الاخت اللي هو الفيضان قال انه الملك الوحيد اللي خرج من السعيد. النص يقول كده بردية ليبي دي جات من طيبة. يعني الملك وصل لطيبة. قال له. يعني كان فيه ملك بعد بعد الاختاح الحب. اي نعم. فيه بقية قطع الجلدي لقينها من سايز. ولقيناله جعالين في منف. عليها اسمه. طيب ليه ليه مانيتون لما كتب جيه عند الاختاح الحب وحط خط. وقال نيفل ده سامو عليكم. ليه السبب? اراءهم انا ده. مانيتون من سمان نود. موطن الظبصة تلاتين. فعاوز يقول ان احنا اللي ختمنا. مانيتون كان بيكتب ايام بطل ميوسي التاني. ويريد ان يمجي بطل ميوسي التاني. وبطل ميوسي التاني كان كمل في حتك فيها اثار ليه خباشة. فتجاهله عشان يقول ان ده اللي عملها بطل ميوسي التاني. مانيتون لما تكلم على نهاية الحب. قال فرعوني حط الفرس وراه عشان يقول ان الاسكندر طرد الفرس وحرر مصر. محبش يجيب مقاومة بعد المسرة بتاعه. طيب. تخباشة ليه. بعض الناس واغلب اخواتنا المرشيد فاوصريين بيميله جدا لراعي واحد اسمه اشتر بيقول ان هو اصلا من الوحات. وبيقوله ان الاسم. الالماني يقوله لن. مفيش في سكان السحراء الغربية اسم يبدأ او ينتهي بخافي او يبدأ بخافي او فيها شعر 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 لكن ما تبدأش بخاف. اسامي السحراء الغربية. طيب. البعض التاني قال لا. عارفين ده منين? ده من نباتة. ليه? قال لك المتصل المختار من بتاح. بتاح ونباتة قال لك في العصر المتأخر كان كل الملوك من قصة خمسة وعشرين مرتبطين بنباتة. البعض التالت قال ده من صعيد مصر. وقال ان هو حكم تسع سنين وانتهى حكمه سنة تلتمية اربعة وعشرين قبل الميلاد. آآ تلتمية اربعة وثلاثين آآ آسف تلتمية اربعة وثلاثين قبل الميلاد يقول السنة التاسعة من مجيء اسكندر الى مصر. يعني اللجوه كمان للمرحلة اللي كان فيها لسكندر. جريمان وده انكل اللي هو رايب دينا. جريمان بيقول ده من النوبا. وانه ساعد نختح الحب وهو اللي اوالي. وقال ان فيه لوحة ببرلين فيها حاتم نباتة اسمه نيستاسيان. وقال ان نيستاسيان ده جريمان بولي نيستاسيان ده هو نفسه الاسم النوبي اللي اتحرخ اللي بعد كده خد لقب منه اللي هو اتخداش. وقال انه هو وريس لنختح الحب. اذا. انا هنا بتكلم. اقدر اقول ان انا. الفرس. اللي بيقول لي ان الفرس يجوم مصر مرتين. الفرس يجوم مصر برا من خمسة وعشرين. ربعمائة واربعة. حب. بتقل. بقوة. انا من ربعمائة وستة وتمانين. بطاردهم. لمدة. دين وتمانين سنة لغاية ما طاردهم. لكن. المرحلة التانية بعد نختح الحب. استقبلهم. نعطي لمصر حقا. لان في هذه المرحلة جاء ملك مصري احترمهم الاغريق. ووجدوه من الملوك العظام. الذين يستحقوا ان يضعف مهم. وهو الملك خباش. او كما ينتقل بعض الاخر. خباباش. انا اعتقد انه هو من صعيد مصر. وان هو كان ملك مصري حتى النخاع. وان هو سعد نفتح الحب. وانه كان مركز مقاومة ضد الفرس. خسارة. وان لغاية تلتمية واحد واربعين بقول لحضراتكم. بكتب اسم مين? نفتح الحب في اتفو. ده اتفو اللي كانت. اذا الفرس ما كانوش مهمدين على مصر. ايا كانوا بيكسروا شكل. ظلت النمور دي لغاية تلتمية اتنين وتلاتين. قبل الميلاد. لما مصر صحية الصبح يا احمد. على دخول شاب من مكدونيا. وهو الاسكندر المكدوني. معلنا بداية الحكم. حاج احمد. انا بنخلص فضلك. بداية الحكم المكدوني. وبداية دخول الاغريق. في مرحلة تلتة من قلقتنا معنا. المرحلة الاولى فقلقتنا ليون. كانت مرحلة التجارة. المرحلة التانية كانت مرحلة المرتزقة. مرحلة التالتة كانت مرحلة الاحتلال. والتي جاء بها الاسكندر. واصبحت مصر دولة تابعة لليونانيين. حكمت امن نصر. ولكن ظلت. اليونانيون هم اصحاب السيادة. وهم اصحاب الكلمة اللون. انا بسرح باكم جدا. المحاولة حضرة. اللي. نعم. اللي عاود اسئلة طبعا تحت امروكم. هل في اسئلة توجهت هنا شخال? طيب فضل. ماهر يقول لي طيب مختنبه وهرب للنوبة. هرب لادفو مهربش للنوبة. مختنبه هرب لادفو مهربش للنوبة هو استقرار في الصعيب. خلي بالك يا بسيط ماهر. الصعيب دي ازبالي طول عمري هو مكان اللجوء. المكان اللي بقدر استخبه فيه. الدلتة مسلوحة على مدد خارجي. فنختلفه التاني اتجه الى الجنوب لانه اراد ان يقوى الى مكان به المصريين. فضل يا فضل. في واحد ان بيسأل على البيل الفارسي في السهارة. البيل الفارسي في السهارة تحت امر حضراتكو. اه حتى اللي ما ديبش يسأل دلوقتي. اه هيكون متاح ان انا هارد على اسئلتكو في اي وقت. في صفحة رحلات من قبط الجيزة. موجودة على الواجسة انا عليها. اه ارد على اسئلة حضراتكو. في صفحة النقابة ارد عليها. في نمريتي وفي صفحتي على الفيسبوك. بعتوا على المسيجر اي حاجة ارد علي. سؤال جيه يا الحق. هل وجد بالباقي ربوسس؟ لا. في حدود علمي. في برضو نفس سؤال اللي هو بتاع نحكملكو. مختلفه التاني يقال ان هو هادل في صحراء النوبة. وما لوش لا اثر ولا مكبرة او مونية. هو لم يوجد له اثر او مكبرة ولكن النقوش كلها لم تجد اي نقوش له في النوبة. النقوش كلها بتوشيط زي ما قلت للسنة تمنتاشر. النقش اللي موجود في ادفو. السنة تمنتاشر من حق وليه سنة ٤٤١ قبل المينة. كمان كده. انا بشكركم يا رب يا رب يا رب في شهر اغسطس. نكون قاعدين كلنا اوسط بعض ونكون الهمة دين زاحتة. وربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر. كل سنة وانتو طيبين. سعيد جدا. شكرا مرة تانية يا رسول احمد دور الدين. شكرا لانقبط الجيزة اللي هتاعت لنا الفرصة ان احنا نعود مرة ثانية الى الحياة. وعشان كده هنعتبر الحج احمد دور الدين من النهاردة هو وحي الميسود. محيي او معيد الميلاد للقاء الأربع مرة ثانية. شكرا وليلة السعيدة عليكم جميعا. سلام عليكم.